مهمة الوزير الأمريكي جون كاري في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لا تهدف هذه المرة إلى محاولة إحياء عملية السلام بين الطرفين بل إلى تهديئة الأوضاع فالوضع المتوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية حيث يشن شبان فلسطينيون هجمات باستخدام أسلحة بيضاء والرد الإسرائيلي الذي وصفته الخارجية الأمريكية سابقا بأنه مفرط في القوة صعب مهمة الوزير الأمريكي خاصة أنه تزامن مع دهس شاب فلسطيني ثلاثة إسرائيليين أدت إلى إصابتهم ومقتل الفلسطيني بنيران جنود إسرائيليين يجب لا يضطر أي كان لمعايشة العنف اليومي من هجمات في الشارع بواسطة السكاكين أو المقصات أو السيارات تستوجب هذه الأعمال الإرهابية الإدانات التي تثيرها أندد اليوم بأي فعل إرهابي يؤدي إلى مقتل الأبرياء إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها وعليها واجب في الدفاع عن شعبها وهي تفعل ذلك نتنياهو شبه الهجمات التي تواجهها إسرائيل بالإرهاب الذي يضرب عددا من الدول ملقيا اللوم على من وصفهم بالمسلحين الإسلاميين المتشددين لا يمكن أن يكون هناك سلام بينما نواجه هجمات إرهابية لا هنا ولا في أي مكان في العالم يشهد ما نشهده من هجمات تشنها قوى الإرهاب ومسلحون إسلاميون متشددون نتنياهو أوضح أنه لا يمكن الطلب من الإسرائيليين تقديم تنازلات لصالح السلام في ظل الوضع القائم تجدد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين بدأ منذ منتصف شهر أيلول سبتمبر الماضي عندما حاول إسرائيليون الدخول إلى الحرم القدسي ومنذ حينها والهجمات لم تتوقف نود إرسال رسالة مفادها أنه لا يمكن للولايات المتحدة والوزير كاري الاستمرار بمحابة إسرائيل وتبني وجهة النظر الإسرائيلية بالكامل على الوزير كاري أن يدرك أن السبيل إلى التهدئة والسلام في المنطقة هو بإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال المستمر منذ 48 عاما وفي الأراضي الفلسطينية يواجه كاري طالبا فلسطينيا كان قد أعرب عنه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بضرورة لجم إسرائيل كي لا يتحول الصراع الحالي من صراع سياسيا إلى صراع ديني في إشارة إلى ضرورة احترام الوضع القائم في المسجد الأقصى ترجمة نانسي قنقر